سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة كل سنة وانتم طيبين المسيح قام المسيح ملك الملوك الذي حمل عني وعنك عار الموت في الخطيئة الذي صلب وقام ليعطينا حياة أبدية معه النهاردة زي ما بيقول الكتاب احنا بننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي أي العار عنا اللي هو عارنا احنا اللي هو شاله عنا استهان بألامه على الصليب استهان بالعار الذي نسب إليه بسبب خطيانا لإنه السرور الموضوع أمامه هو خلاصك وخلاصي هو الأمل في الحياة معاه في الأبدية علشان كده المسيح احتمل هذا الألم وانت وانت في عينه وفي قلبه وفي فكره اللي بنقول عليه صليب العار وحتى في الترانيم بنقول كده أنه انت احتملت صليب العار العالم كله شايفه عار لم يكن عائق أمامه أبدا حتى لو أنت مش فاهم إزاي الله يتحمل هذا الألم والعار وأنا بقولك أنه محبته كانت أقوى من نظرتك أنت لأن ده عار ولا مش عار لتقييمك أنت لإيه العار وإيه الكرامة المسيح أعطانا كرامة عندما حمل عنا العار لأنه ما فيش حاجة تشينه هو الله اللي ما حبته خلته يقوم بهذا العمل فيعطينا حياة ما قام به الرب يسوع من أجلك أنت لا يستهان به الملك يسوع نفسه دفع التمن وفتح باب الخلاص لنا أنا وانت وانت وهو مين هو ملك الملوك رب الأرباب الجالس على عرش النعمة وإن كانت كلمة الصليب زي ما بيقول الكتاب كده عند الهالكين جهالة يعني الرافدين محبته يعني خلاص قريدي قالوا إحنا مش عايزين ده لأنه هم شايفين أن الصليب عار وأنه العمل والمسيح لا يليق بأفهمهم حتى وإن كانت كلمة الصليب عند الهالكين جهالة فهي عندنا إحنا المخلصين كلمة الصليب هي قوة الله فأنا بطلب منك النهار ده أنت وإنت وكل الحاضرين اللي بيسمعونا افتكر إن كلمة الصليب اللي خلصك عليه المسيح هي قوة الله ظهرت فيها قوة محبة الله لك اللي أعطتك حياة أبدية من الآن من اليوم فعلشان كده بنقول يا رب كل يوم اليوم وكل يوم بنشكرك أيها الرب يسوع المسيح الملك لأنك لم تتركنا للهالك لكن محبتك يا رب خلصتنا عايز أقول لك وقول لك ما تسيبوش اللحظة دي في حياتك أو في حياتك تعدي من غير ما تبص في قلبك إنت بكلم المسيحيين بكلم العابرين بكلم المؤمنين إيوه على اللحظة دي تعدي من غير ما تكون عارف كده وإنت بتبص في قلبك أنت تحية مع المسيح وفي المسيح حقيقة أم إنك وإنك بتتدعو اقتناء حياة القيامة في المسيح وإنت ما بتستحقوش فكر قلبك عايش للمسيح ولا لا قلبك مقتني فكرة الخلاص والحياة الأبدية مع الله ولا لا ما فيش حاجة هتعملها هتزود على عمل المسيح اللي خلصك به ما تستهنش بمحبة الله ولا قوته كل سنة وإنتم طيبين وفي نعمة المسيح دايما المسيح قام وأقامنا معه عنوان حلقة النهار ده بقى هو الولد للفراش وعدالة بلا ميزان حد بعث لي يقول يعني يا عدالة بلا ميزان هنشوف فيه ناس بتدعي إنهم بيقتنوا العدالة ولكن عدالة ميزانها مكسور مش موجود أصلا لأنه يعني العدالة لا يمكن تحصل إلا بالتساوي لكن عدالة الإسلام ليست عدالة بل هو إجحاف حق الله وحق الإنسان فيعني العنوان كده شرح نفسه لكن فيه يعني أحداث جديدة بتزود فحش الأمر ده لازم نتكلم عنها النهار ده طبعا موضوع الولد للفراش تكلمنا عنه كتير لكن النهار ده منحة جديدة وقصة جديدة وحاجة جديدة تانية خالص لكن قبل ما نتكلم في الموضوع ده أرجع ليه خبر الأسبوع خلينا نشوف الفيديو اللي قلب الدنيا عند المسلمين العالم برضو الناس في العالم شافت الفيديو وتحكنا عليه وقلنا لطيف وكل حاجة لكن بقى الإسلام يضع الطائية على الفيديو اللي هنشوفه ده دلوقتي أيه خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده اسمه الشيخ وليد مساس من الجزائر وكان ضيف حتة بيصلي فيها والقطة دي جتت شعبطت فيه وقعدت على كتفه وراجل ما تهزش خالص يعني واهو بيكمل طيب بس القطة الراجل خلص والقطة نزلت وبقى نزلت علينا كل الانبهارات وروحانة الأمر وإنهم يقولوا يا سلام شوف الراجل قد إيه راجل روحاني وإن القطة دي انجذبت لروحانية ما كان يقرأ وإنه يا سلام سبحان الله إنها جت في الحتة دي بالذات أسو كان بيقرأ سورة الأنعام وإيه حيوان ويعني القطة كانت بتدور على حاجة يعني معرفش كان واكل حاجة ريحتها كويسة ولا إيه مليش دعوة أنا مليش دعوة لكن أنا هتكلم النهاردة على فكرة إنه يعني روحانة هذا الأمر من ضمن الحاجات اللي تقالت إنه إزاي إنه الفيديو ده انتشر عند على منصات على التلفزيونات ومنصات التواصل الاجتماعي وإنه مليار واحد شاف الفيديو ده ماشي بتحصل يعني مش أول مرة فيه فيديوهات لأطفال بيلعبوا بيعملوا حاجة برضو الناس بتشايرها بالمليار فيديو لإرد بيتنطط برضو الناس بتشايرها بالمليار يعني مش مش حاجة رهيبة ولا مرعبة قوي لكن المسلمين بقى أخدوها وقالوا إيه؟ إن ده يعني القطة اللي نشرت الإسلام يعني علشان الآي اللي كان بيقراها دي يقولك يعني إنذار بقى للناس كده هي لله الحجة الواضحة بقى اللي محدش يقدر يضحضها وبعدين يقولك إيه؟ لإنه فإن شاء لأمانتم أجمعين وإنه ده يعني المفروض إنه يكون هز قلوب الناس دول أولاً الناس اللي سمعت الفيديو الأجانب ما كانوش عارفين الآية إيه ولا هي بتقول إيه ومحدش بيسمع القرآن ويتلحس كده ويقول إنه هو يعني أنا تلمس قلبي إلا المرضى النفسيين بصراحة يعني دي حاجة اللي حيقامن بحاجة هو مش فاهمها يبقى مش طبيعي يعني يعني في حاجة مش طبيعية أوكي وبما إنكم بتتكلموا على عظم هذه الآية فهذه الآية إدانة للفكر الإسلامي وإله الإسلامي لإنه بيقول إنه فلو شاء لأمانتم أجمعين الناس راحوا بيقولوا إن إحنا مش هنؤمن بيك فقال لهم أنا لو شئت بقى لخليتكوا تأمنوا طب ما شئتش تيه مدام أنت يعني عايز الناس تأمن بيك ما شئتش تيه ده دي حاجة بتوريك إن إله الإسلام لا يهتم بالناس لو كنا بنتكلم عن الله الحقيقي كنت هتتكلم عن الله اللي بيقول إنه الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يرجعون وده إلهي الكتاب المقدس ده إلهي الرب يسوع المسيح اللي جيه علشان يخلص إيه الجميع الباب مفتوح للجميع أنت تختار فيعني الآية دي مكادش معجزة ولا أي حاجة النقطة التانية إنه الناس بقى أخدت يعني نوعيات بقى المسلمين ابتدوا يفكروا القطة دي نكسة ولا مش نكسة نعمل فيها إيه طب الشيخ ده صلاته جائزة ولا لا طب الناس اللي بيصلوا وراها تبقى صلاتهم جائزة ولا لا هل يا ترى نقدت وضوء الشيخ ولا لا فطلعوا بقى علينا الشيوخ يحللوا إنه لا القطة مش القطة مش نجس وإنه مش زي الكلب يعني طب لو كان كلب نط عليه كان زي ماكوا بدربتوا بالشيخ يعني مش عارفة أو ليه ونقطتي هنا إنه الإسلام دين الحشارية إنت مالك واحد صلاته صحيحة ولا مش صحيحة الصلاة بين الإنسان وبين الله لكن إنتوا تعلمتوا إنكم تنقضوا كل شيء بالعين اللي إنت شايفه مش تبص لنفسك واحد نطت عليه قطة إنت مالك صلاته جائزة ولا لا دي نقطة نروح بقى لمجموعة المنبهرين بالقطة دي أوريكم واحد منهم يعني فيه بصراحة عشرات الفيديوهات لناس بتقول أيها بل بقى يعني فيه واحد ما فيه واحد نزل فيديو بيقول فيه إنه القطة دي والآيات اللي كانت بتتقري دليل على إنه المهدي جاي مثلا يعني مثلا ما حاجه ملهاش أي علاقة بأي حاجة لكن الشيخ ده بقى سعيد جدا ومنبهر بالقطة القطة اللي يعني أصبح علامة للإسلام خلينا نشوف وعلينا نتكلم فيديو القطة التي أدهشت العالم شغلته القطة وقفت بين رجليه ثم شبت على جسده فتلقاها بيده العجيب أنه تلقاها وهو ثابت مطمئن لم يتحرك ولم يضطرب ولم ترتعد فرائصه تخيلت نفسي مكانه كيف تكون حالي هل كنت سأضطرب هل كنت سأفزع هل كنت سأقطع القراءة قلت سبحان من ثبت هذا الإمام وألهمه تلك القوة العجيبة سبحانه من ثبتها بيسألوني إيه فرائصه دي فلما ترتعد فرائصه مش عارفة أبصلكوا على المواجب إيه إيه ده إيه ده ده الانبهار بالقطة الانبهار بأن القطة نطت على كدفه والراجل ما تهزش على فكرة يا جماعة القطة في الجوامع كده كتير جدا يعني القطة من الحيوانات اللي بتبقى عندها حرية في اللف في الجوامع يعني إنه القطة نطت على كدفه ونزدت لما خلص الآية مثلا أو قبل ما يوطي يعني يعني قطة فاهمة إنتوا بتتكلموا على جني مثلا القطة ملبوسة أصلا محمد كان بيقول على القطة إنه هم من الطوافين دول اللي بيدخلوا البيوت وشيء واحد من الشيوخ بيفصر ده ويقولك إنه أصلا الطوافين دول يعني زي الخدم زي خدم البيت فبما إننا يعني عارفين إن الإسلام بيتكلم عن الجن والكلام ده وأنهما عايشين معاكم وأنهما ممكن يبقوا يجوا في منظر قطة ولا كلب ومش عارف إيه فادي القطة دي بقى أكيد كانت يهودي جن يهودي وأسلم فاطلع على كتاب الشيخ مش عارف أقول إيه إيه هذا البلع خلينا نشوف يعني إزاي إنه في الفيديو اللي جاي ده حتشوفوا إنه القطة كتير بتدخل الجوامر فيش مشكلة أبدا والناس عندها رأي أكشنات مختلفة في ناس علشان متعودين إن القطة في الجوامر نشوف الفيديو اللي بعد كده شيء عادي بيتصرفوا عادي هاي مشيت زغزغيته في رجله وواحد زقها والتاني يعني مش عارف اترعب واحد اترعب هوا مش عارف يعمل إيه في نفسه مش مشهد يعني غير عادي يعني طب ليه ما خدناش المشهد ده وروحناه أنا مش فهمة ليه ما روحناش المشهد ده القطة بتقولك وسعلي أنا ليه ما كان في الصف ما هجني بقى يعني ممكن فيه فيديو حطينه يقولك القطة أخدت مكانها في الصف فعلا هي قاعدة جنب واحد بيصلي فقالك أخدت مكانها في الصف انتو بتقولوا ايه يعني ايه ايه اللي انبهار بالخرافات دي يعني هنا راحين فين وعندين يقولوا بقى ادعقات ان الناس أستمت من أجل الفيديو القطة دي ما شفتش ولا حد بيقول انه حد أسلم من أجل فيديو القطة ففيه واحد بترجم بعض التعليقات على فيديو تعرض في محطة أجنبي الناس التعليقات الإنجليزي ما لهاش أي علاقة بالترجمات اللي هو حاطتها الناس تقول الله قلتها لطيفة she's very cute or something like that يعني وقد ايه الشيخ ده كان لطيف معاها وكده فرحوا محولينها من ده وحطينها لان الناس كمان بتقول يعني انه الشيخ ده بقى رمز للسلام في الإسلام وانه بدل ما الناس بتقول علينا إرهابيين دلوقتي يعيشوفوا ان احنا لطف مع القطة انت لطف مع القطة بس بتدبحوا الناس يعني انت عندك قات قرآنية بتقول لك تدبح الناس وبعد انت ترسلي شوية أحاديث وتقول ان انت يعني قد ايه محمد قالك خليكوا لطف مع القطة والعصافير والجمل اللي عيت والكلام ده كله ليه السبب ايه السبب من الفراغ ما عندناش حاجة نقولها او نوريها توري انه في حاجة عدلة في الدين ده شوفوا الفيديو اللي جاي ده الشيخ ده رمز لمئات الفيديوهات اللي قاعد الناس يتفننوا فيها في ادعاءات عن القطة والشيخ اللي هم عجيبة من عجاب العصر نشوف نشوف ادت القطة ادت القطة مهمتها عاملها الامام باللطف والرفق والهدوء اخذت اللقطة في عالم السماء لتصل الى عالم الارض شرقا وغربا لتوصل رسالة مهمة ان هذا هو الاسلام وتلك حقيقته نزلت القطة بصوا الانبهار بقى امنتوا بالله سبحان الله سبحانه من تبت الايمان وارسل القطة عشان تبقى رسالة للعالمين يا سلام الفاضي يعمل قادي سدوني مش عارف اقول ايه يقول لك مش عارف ايه ورح ايه اللي طالع وبقت الرسالة القطة نزلت وبقت الرسالة بعد ما قدمت رسالة السماء ايه رسالة السماء لا هي يعني البوسة اللي نتهاله ده هي رسالة السماء عشان بيقول ايه عشان بيقول اشياء تدين اله الاسلام بيقول خرافات بيقول خرافات لم يستطيع محمد ان يجيب من سأله فقال لهم لو شاء ربك ل الامنتم جميع فيعني مش عجيبة من عجيب الزمن ولا اي حاجة قطة طلعت على كتف واحد كان لطيف معاها نزلت القطة حتطلع لكتف واحد تاني ورا يعني ما بيقراش آيات قرآنية ولا حاجة بس يعني البوزة كانت لمم ما تزعلوش يعني مش عارفة اقول ايه مش عارفة اقول ايه بعدين الحاجة التانية بقى الاخيرة اللي هاختم بيها هنا انه قال في اخر الفيديو بتاعه برضو انه هو هيقدم لنا ساعات من الدراسات في موضوع القطة من الدراسات الاسلامية ما انتم مش اقين حاجة تقولوها فلازم نقعد بقى ندرس ساعات من الدراسات عن القطة على فكرة مش هو الوحد شيوخ الازهر قعدوا مع بعض قعدة كده انا بس ازهقت من كل الفيديوهات القطة فحقول لكم قالوا ايه قعدوا يكلمونا عن يعني ازاي القطة دي لأ يصح صلاته ودقه كويس مفيش حاجة وبعدين يحكولنا عن القطة في حياة محمد انه كان فيه قطة بتدخل البيت فكان يقولهم دول من الطوفين ف يقولوله الله يعني واحد من الشيوخ يسأل يعني يعني ايه الطوفين يقوله زي الخدم كده موجودين في البيت فقاله يعني يدخلوا ويخرجوا وقت ما يحبوا بلا استئذان ف يقوله اه لا لا بلا استئذان مش حرام حلال حلال ايه البله ده ايه القامة الروحية اللي انت قدمتها لحد في انك عامل فيديو 15 دقيقة بتتكلم على مكانة القطة في الاسلام طب ليه مش مكانة بقية الحيوانات ولا يجوز زبح القطة ولا اكلها ولكن يجوز الشرب بعد القطة والوضوء من هذا الماء بس يعني يا دوب الحنفيين هم اللي قالوا بلاش يعني كله بقى حب القطة خالص خالص دلوقتي كمان نشرب ورا القطة عشان محمد تشرب ورا القطة واحد ببله من 1400 سنة ما كانش عنده اي حضارة ولا فهم وكان بيتكلم كده باللي يجي على باله واللي هو بيحبه واللي هو بيفضله فكان بيحب القطة وبيخاف من الكلاب بس فيشرب وراها بقى يعني معرفش بقى يعني اسأل سؤال بس اللي بيقولك يشرب ورا القطة ده شارعا حلال لكن القطة دي لسه مقرقش فار كل امراض الدنيا فيه يبقى حلال برضو يبقى كويس برضو يبقى شيء يعني فيه ماء انطهورة مش حارف اقولكو ايه ايه البله ده لما يكون ما عندناش حاجة نقولها بيطلع الكلام ده العالم كله مليان بفيديوهات مضحكة لحيوانات بيعملوا اي حاجة بينطوا بيلعبوا بيتشقلبوا بيعضوا بعض فيديوهات كده تدحك او او تستعجب عليها كلب ماشي على رجلي الورانية ده عادي يعني الفرق الشيخ اللي انتو عملتوه مبروك وبطل ده طلع الشيخ يعمل فيديو قال في ايه الشيخ قال في ايه قال لو سمحتوا ما حدش يعمل فيديوهات باسمي ليه لانه الناس كلها عملة تعمل فيديوهات تنزل اللي هو اللي حصل له فالناس كلها عملة تعمل فلوس وهو لأ فقال لك لأ دي حاجة بتاعتي بقى ما كانش عنده حاجة روحية واحدة يقولها خالص خالص عملته بطل من واحد ما هوش فهم حتى هو بيقرأ ايه ما قالش الفاضي يعمل قاضي واللي ما عندهوش حاجة يقولها يلاقي تفاهات زي كده يتكلم فيها والناس تضحك علينا وتقول ان انتو يعني يعني اعدي دي بقى عشان نتكلم في الاهم بقى الجزء التاني من حلقاتنا النهاردة الموضوع ده موضوع الحلقة وهي الولد للفراش وعدالة بلا ميزان يعني كثير من الموضوعات الاسلامية قدمناها واعدنا تقدمها باشكال مختلفة لكن الموضوع ده بالزاد بقى عملنا عليه حاجات كتير جدا وحلقات كتير قدمت عشرين مرة على مدى التلاتاشر سنة او الاربعتاشر سنة اللي عملنا فيهم برنامج المرأة المسلمة ومشانا الواحدي لا ده كمان يعني الأخ وحيد والأخت فرحة والأخت مارينة في برامجهم برضو أكيد بيتكلموا على الحاجات لأنه دي بقى جزء من الحياة اليومية في حياة المسلمين ده اللي قدر أقوله إن ده بقى جزء من الحياة اليومية في حياة المسلمين ليه لأن الدين بيسيطر على كل خطواتك كل حياتك كل فكرة كل تفاصيل حياتك لكنه لا يسيطر على قلبك ما فيش في الإسلام حاجة تسيطر على قلبك فتخليك تبقى عايش عيشة أمينة كريمة نظيفة يعني بالقيم الدينية المعطاف الإسلام ما ينفعش ما ينفعش والموضوع ده بالذات يثبت لك النهار ده أنه القيم الإسلامية والأفكار الدينية توديك للهلاك على طول تغطي كده على خطايا الناس وتطين عليها ويفضل اللي في القلب في القلب ما فيش مجال للتوبة فالموضوع ده قدمناه كتير جدا لكن هي كده القصص الإسلامية اللي غير معقولة وانا بحضر النهار ده فكرت بفكرة لو انت قعدت مع حد يعني لأول مرة ومثلا لو انت روحتي بيط واحدة صاحبتك وقابلتي جزها لأول مرة فلأول مرة هتقابلي تقولي لا ده راجل لطيف وكويس تاني مرة هتبتلي تكتشفي انه ضربها مثلا ثالث مرة هتبتلي تكتشفي انه بيتنرفز رابع مرة هتبتلي تكتشفي انه بيعاكس بيعاكسك مثلا خمس مرة هتبتلي تكتشفي انه راجل مش نضيف اخلاقه مش كويسة فهتبقى يعني كل مرة بيزيد عنك عندك فهمك لشخصية الراجل ده انه شخصية سلبية او اعطي مع واحد متعرفيش انه مجنون مثلا فاول قعدة مش هتعرفي انه مجنون ممكن قعدتي معها خمس دقايق ومشيتي لكن بعد كده هتكتشفي من قعداتك معاك انه فعلا مجنون عنده حاجة مش طبيعية بتكلم كلام مش طبيعي مصرر على حاجات مش طبيعية هو كده بقى الاسلام لازم تعودي معا قعدتين ثلاثة فتفهمي اللي بيحصل بقى بنفهم من اللي بيتكرر في يعني حياة الناس الناس تحت الاسلام بتتقلم وبتهلك لكن مفيش حد يعني بيسمع وينطفد علشان يغير حاجة لانه لو انطفدت علشان تغير حاجة هيحصل لك اللي هتشوفه في الفيديوهات دي النهار ده لا هو كده واللي بنقوله هيمشي وانت ما تقدرش تغير وما تلمس حاجة النبي وما تلمس القرآن ودي علامة على الانفصال بين الواقع والحقيقة والاسلام يعني الاسلام كده خانة الواقع والحقيقة حاجة تانية الاسلام لا يغير ولا يتغير ودي مشكلة كبيرة جدا لا يغير الناس للأفضل ولكن وكمان ما بيتغيرش لكن هو ممكن يغيرك للشر يعني دي حاجة حقيقية فعلا قصة اليوم هي قصة محمد وتغريد اتكلمنا في القصة دي كتير لما حصلت لما كانت في بداية القصة محمد اتجوز تغريد واعادها في بيت وكان بيروح يشتغل في ميبي شرم الشيخ أو حاجة زي كده معظم الشهر ويجي لها كم يوم المهم تغريد حملت وخلفه أول بنت وكانوا فرحانين جدا بالبنت بعد كده محمد سافر برة يشتغل في حتة وكان بيجي أجازة كل كم شهر أو حاجة زي كده تغريد حملت مرتين وخلفت ولد وبنت كمان في يوم من الأيام محمد قرر يرجع يقعد في البيت كان تغريد بينها وبين أهله مشاكل كتيرة وهو رجع وعمل الفلوس اللي عايز يعملها وجاي يفتح مشروع كل شوية يلاقي فلوسه في البيت بتنقص تليفوناتها بتضيع حاجات زي كده المهم اكتشف أنها يعني بتقوله أنها روح بات عند أهلي ومتباتش عند أهلها سأل بنته الكبيرة أنتو فين فخلت البنت تجدب لكن هو اكتشف الحقيقة وفي يوم جاله رسالة من حد بيقوله مراتك بتخونك مع فلان الفلان وفعلا اكتشف أنهم كانوا مقجرين شقة رح كلم صاحب الشقة فقال له ده جوزها قال له لا ده أنا اللي جوزها فالراجل رحزة شهد معه محمد أخد البنت الصغيرة وقرر أنه يعمل لها تحليل DNA والتحليل DNA طلع أنه البنت مش بنته هو عمل كده لما شاف صورة الراجل اللي كانت بتخونه معاه وشاف أن البنت شبه الراجل ده جدا فالمهم الحكاية تطورت بلغ عنها هي هربت قالت له وهي وإحنا عرضنا الفيديو ده عملت فيديو قالت له أنا 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 مش هرجع إلا بعد ما يسقط الحكم عني بعد خمس سنين ولما رجع هخليك تدفع حضانة البنات ونفقة وهطلبك بشقة وكل ده منتهى البجاحة يعني واحدة خنته واعترفت بمنتهى البجاحة وإنه كمان بالإثبات كان في خيانة بعد كده الراجل يعاني عمل تحليل للعيال كلهم طلعوا كل العيال مش عياله ما نعرفش مين أبو الاتنين الكبار لكن كل مأساة صدمة واحد ما قضي حياته بيشتغل علشان يعمل بيته وعيلته حياة كريمة كانت دي النتيجة ماشي الناس بتغلط الحكاية دي موجودة بين الرجالة والستات لكن محمد رفع قضية وقال أنا ازاي أصرف على عيال وعيش مع عيال مش ولادي وأنا مخدوع فيهم وكان بيقول أنا مكسور قلبي يعني أنا كنت بحب العيال دلوقتي مش عارف عامل إيه مش ممكن محمد يشعر بحب للعيال دي وهو عنده في الإسلام حاجات بتقوله أنتو أنه أنه العيال دول أنت مجبر أنك تربيهم وأنت عارف أنهما مش ولادك مش ممكن وأنه يجبر أنه يتزل من مراته اللي عارف أنها كانت بتخونه كل ده ما عندوش القدرة كإنسان أنه يتقبل ده فالمهم كان فيه قضايا بيقول فيها أنه عايز يعني يثبت أنه لا نسب بينه بين الأطفال دول أنهم مش أولادهم فالقضايا كانت موجودة في المحاكم لحد من شهر أو اتنين مش عارفة إمتى تتعمل المحكمة دي والمحكمة قررت أن الأولاد دول ينسبوا لي ليه لأن الولاد للفراش هذه القاعدة الإسلامية خلينا نشوف بقى محمد وهو طالع من المحكمة ده كان استقناف كمان يعني تفضل لبسني ثلاث عيال مش من صور والمحكمة قدامها الحقيقة والفتوى جاء لهم للأظهر بيتقول له أنت معاك رفضا أنك تنفي والفتوى بتاعت الأظهر معايا وبيقول له مع الفتوى أنك تنفي وما نفعش لبسني ثلاث عيال مش من طلب ده 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 السناء ده السناء وديه نعم التب الشرعي مش عيالي والمتامن في السجن البيت الصغيرة بينه من التب الشرعي والفتوى من الأظهر لأول مرة الأظهر يبعز يبعى الفتوى يقول له القضية دي تحضيرها معاك لنكتب ليه فيها دعاء يقيا بعد كده شهريت طبو ده من القاضي يقول له عايزة نفعة نفاية مطعة ونفاية مسكن ويجي يقول أتبع لها مليون جنيه أتبع لواحدة الدنيا بحكم نامي بحكمة النقض مليون جنيه ربنا إزام من لديك الحكم ده عزبي الله أنا مش عارف أقول إيه محمد شعر بالألم والظلم والخيانة مش من مراته بس لكن من دين أظهر إنه لا يعتني بيه ولا فاهم حالته النفسية ولا أعده إنه يكون مثلا عنده قلب يغفر للست دي ويقول طب أنا حربي العيال لا ما عندوش الإمكانيات دي لإن دينه بيقوله دول مش من صلبك بس حتربيهم برضو ويشيله هو المشكلة يعني يا إما كده يا إما يعملوا بقى إيه الهابة اللي بقى اللي اسمه لعان هنتكلم فيه غضبه مش من المحكمة هو مش بيلعن المحكمة هنا هو بيلعن الشيوخ اللي بيقولوله كده بيلعن الدين اللي خلاه يبقى في هذا الموقف وتحت هذا القلم ومحدش بيديله حقه يعني هو شقي وتعب ورب الناس العيال دي لحد ما بقى عندهم مثلا من عشرة لست سنين مثلا يعني يعني عاش مع الست دي عشر سنين بيربي عيال مش عياله وبيصرف عليهم دم قلبه وكل حاجة وهو عارف يعني كان فاكر يعني كان فاكر انهم عياله الصدمة الصدمة كإنسان مفيش حاجة تعينه عارفين يعني كل دول ضحاية الإسلام الشيوخ والناس يعني بقى ها يعمل فيهم ايه وهو كمان يحلف اربع مرات وفي الخمسة ايه انه دي تحلف انها ما زنتش وهو يحلف انها زنت وبعدين كل واحد منهم يروح لحاله وبعدين بعد كده يحصل تفرق المحاكم المصرية ما بتمشيش موضوع اللي عندي مفيش دعوة لعان لانها بله ما اي حاجة ما قاله الحرام يحلف قال جلك الفرج يعني ومحدش عايزها لو الزوجة المتهمة بالزنا هتقف قدام المحكمة وتحلف هي هتمشي بالعيال والنسب هيوقع مش هينسبوه للراجل الاتنين هيحلفوا فهي هتتطلق وتمشي بالعيال يفرقوهم وما يبقالهاش اي نفقة للعيال دول لكن الشيوخ عارفين انها لو اتمسكت بالولد للفراش هتاخد منه كل حاجة بس كل دول ضحية الاسلام لان مشكلة الولد للفراش لا منطقية ولا روحية ولا يمكن ان تنتج الا شر وزنة تحت حماية الاسلام لان الست اللي عارفة انها لو زنت وحملت هتخلي الولد لانه فيش حاجة هتكشفها الشيوخ بتقول انه الموضوع الولد للفراش ده حماية للأسرة حماية الاسرة ازاي وانت عندك مبادئ تانية بتتكلم فيها عن خلط الانساب ده انت لغيت التماني والرحمة علشان خلط الانساب الناس بتسأل يعني مفيش غير فاضلكم مثلا 120 حديث ولا حاجة زي كده بعد الغاء الحديث في السعودية لكن احنا لا احنا لو لغينا الحديث مش هيبقى عندنا سلطان على الناس نتمسك بحياتهم وننحشر فيها ويبقوا جالنا الفتوى من هنا يعني يوم القيامة بقى الناس راح توابير تاخد فتاوي عشان مش احنا مش عارفين نعمل ايه وازاي بقى يقولك الولد للفراش ده ده في البخاري ومسلم هنوديها فين يعني البخاري الناس كلها مشركة ومسلم واخد برضو نفس الاحاديث زي هاي في كل الاحاديث في اي كتاب لكتب الاحاديث احاديث لا منطقية لا يقبلها عقل مش مفهومة خرافات واساطير وانت يسه متمسك بيها بس لقولك انه شروط انه فيه شروط لانتساب الطفل ابو انه يكون الراجل في سن مناسب للخلف يعني ما تجوزش ولد عنده تسعة سنين وتقول ان امرته حملت المنطق انك تفكر انك تحط ده من الحاجات يعني النقط اللي ترتكز عليها ده اول نقطة ان الراجل يكون في سن مناسب للخلف اوكي وانه مدة الحمل تكون مناسبة يعني يعني مش اقل من ست شهور طب ايه رأي حضرتك لو هي اربع سنين مش دي المشكلة لا مش بتحصل مش انتو برضو بتقولوا قصة الحمل ممكن يبقى اربع سنوات خرافات خرافات كل ما كل ما تحفر تطلع خرافات واثبات الناسب برضو انه تكون علاقة زوجية قائمة يقولك ده حتى عشان يحافظ على العلاقة الزوجية والانساب والاسرة ومش عارف ايه حتى لو كان زواج فاسد ما انت لما تتكلم على خرافة هتقعد بقى تقدم خرافات تانية كتير يعني مفيش مشكلة ايه زواج الفاسد يا سيدي قال لو واحد ضاجع امرأة بالغلط كان فاكرها امراته مثلا او حد عمل عقده وما دفعش مهر مثلا بس لو حملت يبقى ابنه خرافات احنا عايزين ايه بس نقفل الموضوع عشان ما توجعوش دماغنا خلصوا انتوا بينكم بين بعض وما تبقاش عارف على رأي الرايوسكين يقولك مانيش عارف مين اللي بقى جبطني مين في الاخر حقتلوا بعض برضه الفيديو اللي جاي ده اتعمل من سبع شهور تقريبا لان كم القضايا النسب الموجودة ما بين بقى المشاهير والناس العادية وال القصص الشهيرة والقصص الغير شهيرة كتيرة جدا فحصل انه استضافوا الدكتور كريمة واستاذ محامي الحقيقة اللبق جدا ومنطقي جدا وكان هو والمزيع اللي اتنين كانوا في منتهى اللباقة كانوا بيحاولوا ينقشوا الموضوع ده مع الدكتور كريمة دخلوا في حيطة سد خلينا نشوف الفيديو الاولاني المتوفي في فترة العدة هي بقت حامل كويس تمام وده مش ابنه تمام واقامه القضاء بقية الورصة واقامه القضاء وازبط ان هو مش ابنه هل القضاء هيدي نفي نسب انا بسألك بقى لا لا ليه مفيش نفي نفس قدر بقية فرد هقول لحضرك فرد نعم توفى عنها زوجها زوجها صحيحة ولا زوجها فاسدة زوجها صحيحة تمام الزوجها صحيحة تنتد لشهور العدة ولا لا تنتدد لا نشهور العدة تمام اوكي جاد بعد العدة بقى مش بعد مش بعد في العدة لا في العدة خلاص ينسب ينسب هو ابن زينة دكتور ينسب مش ابن زينة ده لأبوه المات مين اللي قال ان هو لأبوه ما حصل تحليل ما حصل تحليل تبقى لدليل الاسبات ما احنا ما ينفعش ناخد دليل الاسبات في الوقاعة الجنائية نفيا واسباتا تبديه ان ايه وبناخده في الاحوال الشخصية اسباتا ونسيبه في النفل اوكي هوا انا بيقول له قصة في واحدة واحد مات وامراته في شهود العدة الاربع شهور بعد موته ظهرت انها حامل اكي عملوا الاهل طعنوا في حملها وعملوا دي ان ايه واسباتوا ان الولد ده لا ينسب للأب او مش ابنه بالتحليل الدي ان ايه الرسمي اللي بيقول ان ده لا يمكن في اي طلاقي بينه جيناته وبين جينات الأب اللي مات في يثبت الحقل انه ينسب لي ولا ما ينسبش لي الست متمسكة لا او ينسب لي اه ينسب لي طبعا ليه لانه مدام ده كان في شهور العدة السؤال هنا القضاء بقى هل القضاء يمكن ان يعطي نفي نسب لا طبعا ليه بقى المحامي قال في يعني في داخل المقابلة دي قال انه القضاء هو الشرع والشرع هو القضاء فيما يخص الحاجات العقلية اللي زي دي فقال له لا طبعا الاحوال الشخصية فيما يخص الاحوال الشخصية شكرا فقال له لا طبعا القضاء مش هو الشرع هو فيهم غلط فهو فيهم انه المحامي بيقوله ان القضاء دلوقتي يعتبر هو الشرع بديل للشرع لكن المحامي كان بيقول انت مش فاهم القضاء اللي بيحكم القاضي به النهاردة هو الشرع الاسلامي مش القانون الوضعي ودي من اكبر مشاكل القضاء في مصر والقضاء في العالم الاسلامي كل يعني يعني الى ان يعيننا الرب بقى لان ده يخلص من حياة الناس هل يعطي القضاء نفي نسب لا طبعا ليه لان الولد للفراش الدليل السابت عندنا محمده الازهر قال لهم احنا انا ما شفتش اي حاجة بتقول انه وقال له لكن محمد بيقول انه جاب ورقة من الازهر وقال لهم انه يمكنكم نفي النسب لكن القادي اللي معظمهم بيتكلموا بقال الله وقال الرسول من فوق المنصة المفروض انها تكون منصة محايدة يقول لك ايه لا الولد للفراش ما انا لو عملت كده وغيرت له ده الموضوع ده هيثبت على قضايا تانية فالمحامي بيقول له هل يصح انه ان احنا نستخدم الدي ان ايه في الجنايات ناخد بيه لكن في النسب لا قال له قال له لا اصد دي يعني احنا احنا ما ناخدش بيه ده يبقى ايه قارينة والقارينة مش مهمة اوي ما نقدرش ناخدها في الاثبات اعملوا زي ما انتو عايزينه في الجرائم لكن في النسب لا انك تثبت النسب ممكن لكنك تن في النسب هو المشكلة مشكلة الدي ان اي بقى واللي اعترف بالدي ان ايه طلع علينا عبدالله رشدي يجيب لنا كده مقال بيقول اجنبي يعني انجليزي بيقول انه التحليل الدي ان ايه نسبته مش مية في المية هو معروف انه ما فيش حاجة في الدنيا اسمها المية في المية لكن لما تبقى تسعة وتسعين في المية ما فيش حد دي ان ايه بتاعه متطابق مع شخص تسعة وتسعين في المية اللي لو كان منه ما انفعش يعني ده علشان كمان الاجانب ما بيعملوش حاجة على اطلاقها ابدا لازم دائما الاحتمال لانه يبقى فيه بعض التغير وانت التغير اللي عندك التسعة وتسعين في المية ده لانه ده شخص تاني لكن تسعة وتسعين في المية من جيناته طالعة من الاب ده يبقى ابنه او ملهاش اي علاقة بالاب ده يبقى مش ابنه يعني ده عادي لكن لكن انت اصلا بتقول انه انا مش هلتزم بدا عشان عندي من 1400 سنة محمد الولاد للفراش يقولك النهارده الستات ما بيقعدوش في البيت فلو حملت في العدة طب نعمل ايه المحامي بيسأله هي حملت في العدة انت كنت زمان بتقعدوا الستات في البيت ثلاث شهور والراجل عايش وتقعد في نفس البيت اللي هو فيه لكن دلوقتي الستات بقى بيخرجوا بيعيشوا حياتهم وبيعملوا حفلات طلاق وكل حاجة فلو حملت في فترة العدة ينسب لي الولد اه ينسب لي الولد اخدوا مثل تاني لازم يعني لازم هتوقف عنده بيقولك ايه انه ده شيخ كريمة بقى بقى يعني صح انه الستات يروحوا لبنوك البوايضات والحيوانات المنوية ويحوشوا البوايضات بتاعتهم والحيوانات المنوية بتاعت ازواجهم فيموت الزوج فالزوجة تقول انا عايزة احمل في طفل تاني منه فتعمل تلقيح صناعي فده لا يليق ما ينفعش لانه ده مات خلاص ما ينفعش ما احنا لو عملنا كده واثباتنا اه 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 او عدم الاثبات او whatever يبقى كده احنا بنفتح الباب للزنا العالم كله بيعمل كده على فكرة بس انتو انتو بتقولوا انه ده ما ينفعش لكن بقى زوجات مساجين الفلسطينيين اللي احنا عملنا عليهم حلقات قبل كده برضو لما يهربوا الحيوانات المنوية من السجن ويروحوا ياخدوا تصريح من الشيخ في الجامع ويعملوا زفة ان الست دي هتحمل بحيوانات المنوية بتاع الجزء المسجون وتثبت له النسب ده حلال ده ينفع عشان بس حاجة فيها اسرائيل يعني الفيديو القادم ده بيوريك التحجر الفكري لشيوخ الاسلام مش كريمة بس شوف قلت جملة خطير هو قال لك قاعدة اللي هي الحديث يعني هو سمها قاعدة قاعدة الولد للفراش ظالمة لا 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 ظالمة في النفي لا ظالمة في النفي لا 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 حاسب لا 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 حاسب أنا حاسب ده أصل تشريح عارف عارف حضراء كل شيء ومن كذب عليا متعمدا لا 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 أجذب على الله ولا أجذب على الرسول رجل مست متعظم شرع ربنا أنا عايز أوسل بس حضركم مؤتنا عين القاعدة الفقهية أو الحديث الشريف بعد إذن حضركم القاعدة الفقهية أو الحديث الشريف كانت بصدد كانت بصدد تنازع على إثبات ماشي حالس ما أصبحت قاعدة من خواعد الناس أنا أمشي واحدة واحدة بس معايا هقدر نسخها لا بس بعد إذن هل أنا أو أنت أو أي مسؤول نقدر يلغى الحديث هنا المشكلة إنه الشيخ على طول بيقول المزيع بيقول لا ده ألجم لخطيرة قاعدة الولد للفراش ظلمة قال له لا حاسب استنى بقى حيكفره وقاعد ده النبي التخويف والترهيب أقدر أنسخها يعني لا ما أقدرش هل المشكلة في الشيخ ده لا طبعا المشكلة في التعليم يعني لو تشال هذا التعليم سينتهي الإسلام لأنه كله تعليم مشابعة لا تنفع علم ولا حياة خلينا نشوف في الفيديو القادم أيضا الانفصال الحقيقي عن الواقع بقى فضل الضرر أكبر لنسب هذا الشخص لمين لشخص ليس له صلة به ويترطب عليه حقوق ويترطب عليه حقوق إيرس يترطب عليه حقوق خلينا في الحياة العملية نفقات مسكن زوجية كذا 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 ترطب عليه ضغينة جوة الشخص دوات في المجتمع لشخص مآخر متعلق فرقبته طب أم فيه إزاي مش عارف أم فيه طب ده ما شغل حاجة واحدة بس قاعدة فقهية أو هذا الحديث مسؤولية هذا الكلام يقول لك النظار لا ما يقدرش هو العبارة دي بس ما عليش أسحابها لأنها خطيرة طب ليه ما تقدرش ليه نوارده ليه إحنا وقفين بفكرنا عند النقطة ما يقدرش ليه ديها واحدة بس ده الحديث النابي يقابل ما يقدرش ديها حديث النابي إسحابها إسحابها بقددوها إسحابها فيه حاجات فعلا خطيرة بتترتب عليها سيبك بقى من الميراث والكلام ده كله ولكن إنك تعايش بنات مع أب عارف إنه هم مش بناته وهينتقم فيهم أو أولاد هينتقم في العيال دول من الأهل كلهم وهو مقبر إنه يا ربي ومقبر إنه يصرف عليهم علشان كده لو صحيته الصبح لقيته قاتل العيال ما فيهاش مشكلة يعني أنتو السبب في ده لأنه الإسلام لا يعد الإنسان لأنه يتعامل مع المواقف اللي هو فيها من خلال الله لو كنا بنتكلم على حد قادر إنه هو مثلا ياخد مراته يقول طب أنا مسامحك تعالين توب قدام ربنا مع بعض تعالين ربي العيل ده لكن أنا وإنتي نقعد قدام الله لو كان هناك إله حقيقي يقدم في الإسلام كان ممكن ده يحصل لكن اللي بيقدم أفكار شيطانية يعني ما نقدرش نتحرك فيها عشان ده حديث النبي أو ده آية قرآنية خلينا نشوف رأي الشيخ لو أطلقت لو أطلقت السلطة لمثل هؤلاء هيحصل إيه نشوف بس أنت وقفت نص العمى نص الحديث ما علاش يشوف النهار ده دكتور أحمد أنت وقفت نص العمى نص الحديث يعني الولد للفراش يعني العاهرة الحضر اللي هو الرجمي ما أنت مبترجمش معنا ده وقفت ما يجريش ما أغزب عنه هو أنا وقفته بمزاجي لا يخلق طبق الشراء وإحنا نطبق الحد الرجمي طب أقول لك أنا مسقدر هو بيقول لك كده بقليه 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 بصراحة يعني فالشيخ قال له لا وإنا مش بيدي إحنا لو أطلقت أمامنا بقى إن إحنا ننفذ الشريعة ده إحنا هنرجم وحنقتل قال أنا هرجم بس ديني الشريعة وأنا هرجم وإنت هترجم بس ده إنت هتقطع عيدين الناس في الشوارع وهتتصلت على الجميع والستات تقعد بقى في بيوتها والرجالة بقى تنطلق كده بحرياتها وزي ما هم عايشين برضو دلوقتي والدنيا هتتخرب خالص خالص لإن هذا الإسلام مش مشكلة الشيخ ده الشيخ ده مش هو الوحد والجاهل الجاهل جاء في الإسلام نفسه كل شيخ يتبع الفكر الإسلامي هيطلع من بقه الحاجات دي لإن الإسلام بينمي في الإنسان الأمور السادية دي إنك تقف تقطع عيد حد ولا إنك ترجم حد علشان زنا ولا مش عارف إيه مشاكل يعني غير عادية لو أطلق العنان لهؤلاء مش هنشوف في مصر إلا أفغانستان خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده ولكن زي ما إحنا عارفين برد عن نقطة دي إنه عمل دي إني إيه فثابت من خلال دي إني إيه إنه هما مش ولادهم لا حديثا ممكن يكون كان صعيح لا دي إني ما بتغيرش لا لا بيضغير لا بيضغير لا بصمة يا دكتور يضغير إزاي لا لا تغير لا تغير كل شيء قابل إلا المسلمات لا تعال لي بقى معلش يا دكتور دي بصمة ورصية لا تتغير ممكن يعني اللي عينه خضرة بتفضل عينه خضرة ما بتزرق لقى تشبه اتنين البصمة ورصية لا تشبه اتنين بصمة ورصية لكل إنسان بصمة ورصية لقى إيه طب خد الحديث لا شوفونا دكتورة جماعة نسأل معلش يعني الفيديو ده دليل على إنه عندما يتصادم الدين الإسلامي بحد بيفكر على طول يعني بيوقفوا يدخلوا بقى في حرسد أما قالوا إنه لا إن إيه بيتغير ما فيش حاجة اسمها إن إيه بيتغير الدين إيه في العالم كله يعني النهاردة عشان تبقوا عارفين فيه علب كده تروح تشتريها من الصيدليات تعمل فيها الدين إيه في البيت ف الشيخ سعد الهلالي كتب مقال في تحية مصر بيقول إن إحنا لازم نتعامل مع المشاكل دي في الفقه الإسلامي وإنه الفقه ده بيقول كده والفقه ده بيقول كده وإنه الدين إيه والحاجات العلمية الحديثة لازم تقبل وإلا يعني حنتصادم مع الناس بقه مش هيقبله أحسن أحسن علشان واحد زي المزيع ده قادي محترم الراجل جدا وبيحاول يسهلوا الأمور وكل حاجة فرح خبته بقى في إنه لا الدين إيه بيتغير ومش بس كده يقوله طب الراجل ده ما بيخلفش خالص مثلا ما عندوش أصلا حيوانات منوية يقوله ما هو كان يمكن كان عنده قبل كده بس لما عملوا التحليل طالع ما عندوش يا راجل طب العلم بيقول حاجة تانية خالص الدين الإسلامي ليس له علاقة بالعلم ولا المنطق فينتج أمور زي كده فالراجل قال له طب دونا دكتور بقى حد يرد على الموضوع ده كي المزيع فصل فصل لما قال له كده يعني بعدين رح بصيس له وقال له ايه طب خد الحديث ده وراح واقف مفيش حديث مفيش ملقاش حديث يقوله فسكت اوكي نيجي بقى للفيديو الأخير ده في الدقتين اللي فضلين اللي بيطلع بقى قبح الإسلام كله بمنتهى البجاحة والثبات عبدالله رجدي تفضلوا ولكن زي ما احنا عارفين الزنة حرامة على الزوج والزوجة على الرجل والمرأة كبيرة على الاتنين ذنب على الاتنين فاحشة على الاتنين ولكن ارتكاب المرأة له فيه فداحة اكتر من ارتكاب الرجلي له لان المرأة عرضه شرف غير الراجل فيه فروق كتيرة من الجنسين هارفينها ده من ضمنها خلي بالكم ان دايما التيار النسوي او التيارات الفيمينست والحاجات دي بيحاول ان هما يقنعوا المرأة بالتهوين من جريمة الزنة وبيدفعوا في الاتجاه تحت مسمى الحريات ودايما بيحاولوا يقنعوا الشباب والاجال اللي طلعة ان ليه زيها زيك تاعمل اللي هي عيزة لا هي زيها زي في حاجات ومش زيها زي في حاجات تانية من ضمنها الحاجات المتعلقة بالشرف دي مش زيها زي طبعا مش زيها زيك هي ما بتروحش اي شواء في العبور هي مش زيها زيك هو كده يعني انا متكلمتش في الموضوع ده بتاع عبدالله رشدي خالص الحقيقة لانه موضوع في منتهى السفاهة ومش جديد يعني يما انا عارفة ان هما بيعملوا كده دي مش حاجة ما تصدمنيش ابدا لم اصدم ان عبدالله رشدي عنده علاقات خارج الزواج بالشكل ده مليش دعم مش مشكلة لكن كونك تقول تعرف الناس انه يعني انت كشيخ بقى ليك مكان يعني المفروض انه الكلام اللي بتقوله يكون موزون انت بتقول ان خطية الست مش زي خطية الراجل ده يزني ودي تزني ده مش مش متساوين بأي منطق واحدة زنت وحملت واحد زنة وحمل واحدة تاني بأي منطق انت بتقول كده لكل الستات ان انتو عليكم مسئولية الخطية في كل الوقت كل الوقت انت خدتها من المنحة ده لكن هناك الف منحة يضح على النساء في الاسلام حمل ووزر خطايا العيلة كلها مش بس الرجالة توب توب وتوبوا جميعا لانه الخطية امام الله واحد الصالح الله الصالح ملك الملوك عايز قلبك يتوزن امامه تبص لنفسك وتبص لخطيتك وتبص لمسئوليتك انت وانه انت تقوله رب انا بعترف بشري امامك مش بشر امراتي مش تبيح لنفسك وتحطها في النسويات اللي بيقولوا بس يعني انيوي ما تبيحش لنفسك ولكن اعترف انت بخطيتك امام الله علشان يكون ليك مجل الرحمة مفيش غير يسوع المسيح اللي هو يضع ويوزن العدل ويرجعه للميزان مرة تانية لانه هو الوحيد الصالح بشكركم والى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة